يا صباح الخير مشاهدين يا رب تكونون بأفضل حالاتكم اليوم موضوع فقرتنا عن بلد الزتون واللمون فلسطين بأغنية فلسطينية تقول ستي إلها ثوب وشال وعثوب مطرز غزال جنب ورود وسنابل من حواليها سبع جبال هاي دندن الفلسطينية تشير للثوب الفلسطيني اللي نسجت مع كل غرزة قصة وحكاية لكل مدينة فلسطينية اليافة غرزتها وحيفة غرزتها والغزة كمان تختلف الأثواب الفلسطينية بالألوان والتطريز اللي تعود جذورها لآلاف السنين اليوم راح نحكي عن الثوب الفلسطيني بعراقته وأصله وتاريخه حتى نرجع ونقول أنه بعلامات واضحة للبلاد أنها الأهلها مهما حاول أي وافد أو محتل تغيير هاي الحقيقة خلونا نتابع هاي المادة وبعدها نرجع تحيك جدات الثوب الفلسطيني منذ أكثر من ثلاثة ألاف عام حيث استمدت رسوماته ونقوشه من الأشكال المحفورة على جدران الأثار في فلسطين أيام الأجداد الكنعانيين ومن أبرز هذه الرسوم النجمة الثمانية التي اكتشف نقشها في كهوف مدينة أريحة ويقدر عمرها بأكثر من أربعة ألاف وخمسمائة سنة ما يجعلها من أقدم أنواع النقوش المكتشفة لا تقتصر أهمية الثوب الفلسطيني على نقوشه وجماله فقط بل يمثل بهذه النقوش والألوان التي تدل على التنوع الجغرافي في فلسطين هوية حضرية وتاريخية واجتماعية جعلته رمزا يوكب الأحدث الاجتماعية والتغيرات السياسية فبعد انتفاضة عام 1987 تم إدخال رموز جديدة تتضمن العلم الفلسطيني والبارودة وعبارة عربية بأسماء المدن وجمل الصمود وكذلك قبة الصخرة لتضاف هذه الرسومات إلى أشجار السروي والبرتقال والمدلولات الأصيلة للثوب واجهت النساء في فلسطين محاولات عديدة لسرقة وتزوير تاريخ الثوب الفلسطيني إلى أنهن نجحن في غرس أهمية هذا الثوب في أجيان متعاقبة واحتفظت سيداتهم بأثواب جدتهن وأصبح يورث بهدف الحفاظ على حكايته وأصالته وفي عام 2021 استطاع الفلسطينيون إدراج فن التطريز الفلسطيني في اليونسكو على قوائمها للترث الثقافي العالمي ليبقى شهادة حية على أصالة الشعب الفلسطيني وعمق جذوره بدي رحب بضيفتي بالاستوديو غادة طروية سيدة فلسطينية صباح الخير لإليك صباح الخير كيف الأهل بغزة حضرتك من غزة نعم من صفت بالأصل بس نحن عايشين بغزة كيف الأهل إن شاء الله بخير يا رب كلهم الحمد لله الحمد لله الجميع بخير إن شاء الله إن شاء الله يظلوا بخير عطول اليوم حابين نضوي شوي على الثوب الفلسطيني وفي جمال الثوب الفلسطيني يعني حسب التقرير وحسب ما جريت عن فلسطين وعن زيها أنه كل مدينة فلسطين لها ثوب لها تطريص خاص بي حتى مثل ما ذكرتي من قرية لقرية تختلف نعم فيه بفلسطين كل مدينة أو كل منطقة لها رسمات خاصة فيها مثلا فيه التوب الغزاوي وكتير كتير حلو بيمتاز باللون الأحمر بدخلوا معه الألوان الثانية وحتى بدخلوا لون الأزرق يمكن عبارة عن البحر كمان فيه بير السبع بيمتاز باللون القريب لللون اللي أنت لها بسيطة طوام بيتشكرك الفلسطين من عندك يعني عملها مباشرة لأنه اللون الصحراء يعني بالصحراء باللون البني والأرض أكتر بيكون طابي رمالة والبيرة ومناطق هنا رمالة وحواليها يعني البيرة بيشتهروا بالفلسطين الأسود مطرز باللون الأحمر الآن البيرة ورمالة اللون الأحمر اللي فيها بيختلف درجة اللون الأحمر بيورجيك أنه هذا من البيرة وهذا من رمالة مع أنه بيكون نفس الرسمة بتنعرف الست اللي لابسة من هاي القرية من القرية الثانية لا هذا من بيرة السبع هذا من رمالة هذا من القدس القدس بيدخلوا عليه لقماش كمان معه مو بس التطريز مع التطريز بيكون في قطع لقماش الحرير تقريبا واللي هو أصله بيكون من الشام يعني تقريبا قديما من زمان أصله من الشام ونحن توبنا الفلسطيني عمره ما يقارب الخمس تلاف سنة حتى تم إدراج التطريز الفلسطيني باليونوسكو ب2021 بال2021 لأنه نحن بالألف وتسعمائة وأربعة وتسعين الإسرائيليين وعادتهم يعني بدهم يسرقوا مننا التراث الفلسطيني ويعني كانت كثير شاركوا فيه بميلانو أظن بإيطاليا أظن بعدة مناسبات حاول هذا يعني كان عاملينه عساس أنه هو زيهم ونازلين فيه بالمهرجان بالعرض الأزياء يعني نحن الصبايا اللي عنا أو الستات اللي عنا كتير كتير انتبهوا لهذه الشغلة وتموا يحاربوا عليها للألفين وسبعة لقدروا يستردوا أنه هاي طوابنا نحن موقلون هذا تراثنا أكيد فيه بنابلس فيه بجنين كل ما يجينا للشمال بصير اللون أفتح بيستخدموا اللون الأبيض أكتر من الأسود وهنا يعني بالأعراس وهلأ صاروا كلهم يعني الصبايا يوم بالأعراس يوم الحنة لازم نعروس تكون لابسة زي الفلسطيني زي الفلسطيني باللون الأبيض ومطرد فيه ناس بالأحمر فيه ناس بالأزرق فيه ناس بدخلوا الاثنين مع بعض كتير وكل يعني عرق فيه إله قصة أو بيكون إله حكاية بدل على المدينة اللي هو فيها لدرجة أنه الست اللي بتكون متزوجة بتلبس فلسطان أسود مثلا مطرد بالأحمر أو أبيض مطرد بالأحمر اللي بيموت جوزة بتلبسه لونه أزرق وبقولك إذا بدها تتجوز ممكن كتير أنه ترجع تطرز عليه اللون الأزرق معه تطرز أنه هي حطة مثل طير أو شغلات أنه هي حابة تتزوج وتنجب يعني من خلال هاي إشارات هاي تطريزات أيضا من خلال توبة هي بتعلن أنه هي بدت تتجوز عشان بدها هي تجيب أولاد كمان أيضا يمكن الأولاد هي أيضا من وسائل الصمود الفلسطيني أنه أنتم صامدون ورح تضلوا جيب أولاد حتى دافوا عن غزة وعن أرض غزة طبعا طبعا نحن عندنا يعني لما واحدة بتكون جايب أولاد قليل بقولوا لها شو يعني أنت ليش بس تلقاد نحنا بدنا أولاد يعني الكل بتدخل بهاي القصة ما في مائل هالقرار أنه أنا بدأي جيب مثلا ولدين أو ثلاثة لا نحنا بدنا أولاد نحنا لازم يكون عندنا أولاد يعني نحنا يعني بقولوا زمية أغلى من عيني ما إلوا علاقة كثير يعني مشان إذا راح لا بس يعني فعلا نحنا بحاجة يعني لهذا الإشي لأنه يكون عندنا أولاد كثير ولأنه نحنا أرضنا وبلدنا بحاجة لأولاد نصح ربنا كتب علينا الجهاد ونحنا بحاجة يعني أكيد الله يحمي كل أطفال ويحميها الغزة يا ربو أكيد جميل أنه يعني المحافظة على الحياة وأكيد الحياة بتستمر والإنجاب بده يستمر أيضا يعني بإكسسوارات رافق الثوب الفلسطيني بيحطها بيحزام بأشياء أخرى أيضا كتير ممكن أول شي في شالات بتنحط مثل الأمطة هي بتكون عبارة عن من لون التوب بس من الحرير الناعم بيحطوا فيها كمان بيصفتوا فيها الليرات الدهب أو الفضة يعني زمان حسب كل العالة قدرته المادية بالحالة العادية بيقولك كانوا زمان يحطوا العروس تحط مهرها هيك فإنه إذا غاب جوزة أو راح جوزة أو صار شي معاها بتعمل هيك بتنزلها ممكن تعيشها شهرين وثلاثة وأربعة مئة بالمئة صح فهنا كانوا هاي سروتهم هون محطوطة وطبعا فيه شغلات بيحطوها بيعملوها لل يعني مثل السنسال مثل هاي ليرات في منهم بيلبسوا لهم خمسات الدهب الليرات الدهب هاي الكبيرة الختايرة عنا كثير بيعتزوا فيها بحطوها برقبتهم هيك بيكونوا قاعدين مع التوفل حتى نسمع أنا والله جاب لها مخمس يعني شغلة عظيمة اي طبعا طبعا تعفين طرزين حضرتك اي يعني أنا ما اشتغلت بالتطريز بس أنا يعني إذا مسكت أو بدي أعلم حدا أو اي بعرف يمكن ما بيسيدة فلسطينية قديمة أو يعني حتى اليوم الجيل الموجود إلا متعلم لو جزء بسيط عن التطريز لأنه هو جزء من طراتكم نحن بالمدرسة كنا بمدارس الأنوروة كانوا الله يرحمون الستات اللي كانوا مديرات مدرستنا ومعلماتنا الفنون كانوا يعلمونا التطريز الفلسطيني لازم كل البنات لنا يجيبوا قطعة الكنفة ويعملوا عليها وأحيانا كنا نطرز مخد لا عفوا مخد كنا نطرز شرشف إيه لازم ضروري يعني ونشارك فيهنا بآخر السنة بمعراض واللي يعجبها تحطوا بالإدارة دائما يعني يحطونا قطعة بالإدارة مشان يوردوا أنه هذا شغل الصبايا اللي عنده لكن أكيد يعني هذا الجمال والتطريزات تستغرق وقت طويل من يوم المرأة ممكن حتى أشهر شغل الإيد بياخد تقريبا هذول اللي بيكونوا يعني محترفين أخدات إيدهم على الشغلة للي محترفين ثلاثة شهور أو أربعة شهور بياخد الفلسطان وحسب قديش هو مليان هلأ الماكينات صارت يعني كتير تهون بس شغل الماكينة للصراحة ما هو مثل شغل الإيد أبدا بتميزي يعني بتميزي أنه هذا الشغل الإيد ويعني الماكينة بالموقع بميز شغل الإيد بيكون أنعى وبتلاقي إله نفرته الخاصة الخيط بيكون نافر إله نفرة خاصة فيه كتير حلو بيكون أكتر من يعني هلأ كتير نحن عم نقضي يعني أنا واحدة من اللي عم بيقضوا أنه بجيب من الجاهز من الماكينات بيكون حتى السعر بيختلف يعني يعني ليدا ويكون طبعا أغلى موايحدة فيه شتري كتير يعني طب شغل الإيد فيه من الخمسمية للألف خمسمية دولار بكلف الفستان حسب قديش هو يعني أخذ شغل مثل ما أشوف أنت جايب قطع معاك أيضا شال فلسطيني باللون الأبيض وأيضا جزدان هذا شغل الإيد هادتني يا ست كتير بتعزي علي إن شاء الله تكونوا بخير يا رب هذا شغل يدوي شغل إيدها هي ومو بس هاد هي بتشتغل كل شي كل أنواع التورات الفلسطينية كل شي عندها بالبيت ممكن تعملك صونية ممكن لدرجة أنه مرة أنا عزمت على عرس بنتي هي ما بتحضر عرس فمن شان هي يعني كتير تعتذر أنه أنا ما قادر أحضر العرس جابت كرت العرس وحطته وعملت عليه برواز وعملت ليه علاقة مفاتيح وهدت هيئة إنه هذا لبيتك أنت هيك بتل البرواز وبس كله الإطار مشغول هيك بتشتغل العرض بإدخالها بالأثواب اليوم العصرية أيضا تلما ذكرتي ممكن من أي شيء موجود عنا بالبيت نحن نطرز عليه وندخل عليه هذا الجمال هل برأيك أن هذا الموضوع ممكن ينشر ثوبة الفلسطيني وتطريز الفلسطيني أكثر؟ أممكن يقلل من قيمة لا ما بقلل من قيمة لأنه نحن هلأ عم منشجع كثير الصبايا الصغار وكله هلأ يعني أنا في عندي بنات أخوي وأحفادنا وكلهم كله هلأ عم بيطلبوا لك أنا لازم يكون على القليلة عندي قطعة توب فلسطيني حتى لو شغل الماكينات إنه أنا إذا طلعت على احتفال طلعت على محل لازم أنا يكون عندي أحطه ألبسه وأطلع فيه وبيتباهوا فيه الصبايا وأحيانا عم نجيب بنتلون مثلا ومعه بلوزة وفوقه مثل الفلسطين بس هو هيك حفر ومفتوح وإله زنار وتلبسه فوق الجنز ممكن فوق البنتلون فوق الفلسطين أساس أنه يعني بتعرفي أنت العملية للبنتلون صار هلأ أكثر أسهل وأسرع للكل أنه ما موضع يعني هو البنتلون بس أنه أريح لهم بحياتهم العملية يعني المرأة العاملة ممكن تلبس هذا الشي أو مثلا راح تعبو ناسب عمد أطفال فهي تضطر تركدر أطفالها وجاكت عادي كمان موجود ويعني حتى علب المحارب نحنا بنترزها شفتها في كتير تفاصيل عمدخل فيه هذا نطرز علب المحارب الشالاتنا كلها تقريبا يعني أنا في عندي هذا الشال هذا يمكن صار عمره أربعين سنة هلأ أكثر من عمر إسرائيل والله عمره أربعين سنة من الأربعة وثمانين يعني هذا شغل شغل يد أيضا شغل مؤسسة تصامد بس كانوا كله يشتغلوا على الإيد يدوي بشكل يدوي طبعا أكيد بالسنوات الماضية كان كله شغل يدوي ما كان في آلة كانوا يشتغلوا على الإيد وهيك يعني نحن من احتفظ فيهم أنا جاي بيتهم معايا لهون وعلى تركيا وعساس أنه يعني باقي الغراض تبعوتي أني أنا بدي أرجع أرد على بيتي وعلى بلدي والأوضاع الغالب الله رب العالمين هو أراضي يعني أنه بيوتنا كلها راحت يعني الحمد لله يعني أكيد الكوفية والأيضا التطريز الفلسطيني هو يعني هي رموز من رموز أيضا الثقافة الفلسطينية وأيضا أصمود الفلسطين والتراث الفلسطيني أدي مهم نحن نحافظ على هذا التراث كثير أتمنى يعني أنه الكل يحافظ عليه مثل ما نحافظ على حالنا وعولادنا أنه هذا كمان هويتنا مية بالمية هويتنا ووطننا يعني الهوية الوطنية لأنه لو لها ما هو هيك ومهم كلها الآن ما بيحاولوا يسرقوه مية بالمية مثل ما سرقوا أكلنا ومثل ما سرقوا أرضنا بيقولك الفلافل إنا والحمص إنا وهنا ما بيعرفوه أصلا لكن التاريخ واضح وأكيد العالم ما بتنسى والأجيال بس بده جهاد لحتى نوضحه للناس اللي بره كتير هذا الحكام يعني نحنا منفهمه نحنا وإنتوا لأنه تقريبا نحنا بلد وحده بلاد الشاعر أكيد بس اللي بره ما عم بيفهموا علينا معاكي حق هل لسا بتعملوا مقلوبة يوم الجمعة كطقس فلسطيني أكل فلسطيني بس مو كل جمعة لا مو كل جمعة أنا مو كل جمعة أنا بعمل مقلوبة أكيد أنا بشكل الأكر أنت بتعرف يا عملك الصحة يا رب كتير مبسطت بوجودك معنا هذا تروية ونرتي صباحنا اليوم بكلامك الجميل والداف وأكيدنا يعني نسلم على أهلنا بغزة ونقولهم يا رب سلامتكم إن شاء الله نشوفكم بأفضل الأحوال مشاهدينا نطلع فاصل وبعدها نكمل ما تبقى من صباح سوريا مع أيهم وروان